أزمة المكالمة تتصاعد وتعصف بواشنطن وللقصة منظوران الأول فضيحة سوء استخدام للسلطة وجريمة تمثل أمن القومي الأمريكي بعين الديمقراطيين وآخر حرب يدعو رئيس الولايات المتحدة مؤيديه للتصدي لها الديمقراطيون يريدون سلبكم أسلحتكم ورعايتكم الصحية وأصواتكم وحريتكم يريدون سلبكم كل شيء لا يمكن السماح بذلك سنقاتل لمنعهم وهذا ما أفعله الآن بلادنا تتعرض لخطر غير مسبوك يحاولون عرقلتي وعزلي لأنني أحارب لعجلكم هجوم مضاد يرد به ترامب على ألية عزله بإنجازاته التي حققها خلال عامين فالمساعي الدؤوبة لعزله الآن تمثل فرصة لتحقيق ما طمح إليه الديمقراطيون منذ تسلمه الرئاسة وإمكان الضئيلة والعامل الجديد في ظل الأزمة الحالية بنظرهم هو الرأي العام ضغوط كبرى تمارس على البيت الأبيض الديمقراطيون حركوا لجانهم النافذة في مجلس النواب للضغط على وزير الخارجية مايك بومبيو فإما تقديم وثائق حول قضية زيلنسكي لتسريع التحقيق أو مواجهة اتهامات بعرقلته سبق ذلك استقالة المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا على أثر تلقيه استدعاء من الكونغرس لاستجوابه كمتورط في الفضيحة حنين الشولي العربية